السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إبراهيم المرسي في ثالث فيديو من كورس اللي هيدروليك في الفيديو ده نتكلم عن وحدات القياس او اليونت ولازم اللي بعرفين ان في كذا نظام توحيد قياسي بس اشهر انظمة عندنا هما ثلاثة انظمة اول حاجة النظام المتري تمام تاني حاجة النظام اللي هو البريطاني او الامباريال وثالث نظام عندنا اللي هو النظام الدولي تمام؟ في كميات فيزيائية اساسية هي اللي بنعرف بها كل نظام اللي هي الطول والكتلة والوقت في النظام المتري بيعتمد على المتر والكيلو جرام والثانية اما في النظام البريطاني فهو بيعتمد على القدم والرطل وطبعا الثانية في النظام الدولي بيعتمد على المتر والنيوتن كواحدة قوة والوقت بلدو الثانية يبقى الثلاث كميات الفيزيائية الاساسية اللي بنعرف بهم اي نظام هي الطول والقوة والوقت ويبقى الثلاث انظمة هي اشهر انظمة قياس او يونت سيستم موجودة او سيستم موجودة هي النظام المتري ومترك سيستم وده بيستخدم المتر وكيلو جرام والثانية يبقى متر كيلو جرام والثانية يبقى متر كيلو جرام ساكند هي واحدة طول لنس واحدة قوة فورس واحدة وقت طين نظام رقم اثنين عندنا اللي هو الامباريال سيستم وقلنا الامباريال سيستم لا بيعتمد على القدم والرطل والثانية قطب اللي هي الفوت الرطل اللي هو الباونت الثانية اللي هي ساكند وثالث نظام عندنا اللي هو النظام الدولي اللي بميقى عليه اختصاره من الاس اي سيستم اللي بميقى عليه الاس اي يونت وهنا النظام ده بيعتمد على المتر كوحدة قياس طول وعلى النيوتن كوحدة قياس قوة وعلى الساكند كوحدة قياس وقت يبقى لنا دي لاير انظمة وحدات القياس او اللي قلون عليها او اللي قلون عليها systems of units طب دلوقتي عايزين نشوف الكميات الفيزيائية اللي عندنا وكل كمية فيزيائية ايه لو احنا اللي بنقسع بيها بالنسبة لكل نظام يعني لو عملنا جدول كده قسمنا مثلا كده هنقول هنا نظام محدات القياس وهنا هنكتب الكمية الفيزيائية والرمس وطبعا الوحدات قسم معمولة او الهدف منها ان انا اقدر اعبر ان كل كمية فيزيائية وردها قيمة يعنى انا كمية فيزيائية وردها قيمة والرقم ده لازم يبقى جنبيه واحدة او يونت حيث ان اقدر اعرف الكمية الفيزيئية دي كمية الدقيقة اقدر اقارنها بنفسك بكمية تانية من نفس النوع اقدر اعرف انا اكبر او انا ازور فبالتالي يبقى عندك قيمة والوحدة نكتب هنا كده النظام المتري او المتريك هنا النظام البريطاني او الامبيريال مستخدم اكتر في انجلترا وامريكا وهنا النظام الدولي او الاس اي يونتس وطبعا الاشهر بالنسباتنا هو النظام الدولي وممكن شوية النظام المتري بالنسبة ان احنا كف مصر او في الدول العربية اول كنافزة انا اخدها مع بعض هي الطول وكما قلنا الطول في النظام المتري بيتقاس بالمتر في النظام البريطاني بيتقاس بالقضم بيتقاس بالقضم وفي النظام الدولي بيتقاس بالمتر تمام بيتقاس بالقضم بيتقاس بالمتر بيتقاس بالمتر بيتقاس بالمتر اخطوص انا ف تي وينها بالمتر هو المتر اما طب لو اخذنا شوية تحويلات من كل نظام لنظام هنيجي هنا هلا ان المتر الواحد متر بيساوي تلاتة بوينت اثنين تمانية واحد قدم او فوت بيساوي تسعة وثلاثين بوينت تلاتة سبعة بوصة او انش وفي عندنا المايكرون او اللي هو المايكرو متر ده اللي هو الواحد مايكرو بيساوي عشرة سنوء الستة متر يبقى التحويلات اللي قلناها للوقت دي لايه قلنا واحد متر يساوي تلاتة بوينت اثنين تمانية واحد ادم او يساوي تسعة وثلاثين بوينت سبعة تلاتين بوصة بعد كده قلنا في حاجة اسمها المايكرو متر وقلنا ده بيساوي الواحد مايكرو متر بيساوي عشرة قص ناقص ستة متر تمام طب نيجي في النظام البوليطاني نشوف التحويلات اللي ممكن نعملها هلا ان القدم او الواحد فوت بيساوي بوينت تلاتة زيرو اربعة تمانية متر او الواحد بوصة واحد انش بيساوي بوينت او اثنين خمسة اربعة متر بيبقى الواحد قدم بيساوي كومة ثلاثة سفر اربعة تمانية متر والواحد بوصة بيساوي بوينت سفر اثنين من خمسة اربعة متر طبعا التحويلات دي مهمة او انا عندي مسألة او حاجة او بيانات معدة او حاجة في الشغل بالبوصة او بالقدم عايز احولها للمتر او العكس نيجي بعد كده انا ممكن ناخد نشوف تحويلات مثلا بالسنتيمتر متر اختصره سيئا اللي من الواحد سنتيمتر هيساوي 10 قص نقص اثنين متر او واحد على مية من المتر وفي برضو الملي متر اللي هو بيساوي 10 قص نقص ثلاثة متر او واحد على الف من المتر يبقى ان الواحد سنتيمتر ده بيساوي 10 قص نقص ثلاثة متر او اللي هو بيساوي ايه واحد عشرة قص نقص ثلاثة متر او اللي هو بيساوي واحد على مية من المتر سنتيمتر وذي بيساوي 10 قص نقص ثلاثة او اللي هو بيساوي واحد على الف من المتر ولو يعني بيساوي كومة زي 0-0-1 من المتر